تعرف حبائي في مشكلتين انه الانسان يعني لا ندرك خطورتها المشكلة الاولى الاسف على يعني على الماضي وهذا واحد من من اعظم الاعداء دايما يعني الوقت الماضي لان الماضي بلعب دور كبير في حياتنا يمكن في ناس اتأذت من الماضي في ناس اتأذت من الطفولة في ناس اتعامل فيها اشياء اللي مؤثرة على حياتها وعلى علاقتها مع الله وعلى علاقتها مع العيلة فالماضي مثل شبح بيتهمم الانسان بحاول دايما يرجعوا الى الوراء دايما يشعر بالاحساس بالزم والشكاية تشعر انك انت تحت اعباء تحت ثقل فكفي كتير ناس عايش في الماضي لكن العدو الاخر القلق على ما سيحدث في المستقبل والرب يسوع علج المشكلتين الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون هذه مشيئة الله قداستكم اهتم باليوم الحاضر يكفي اليوم شره يقول الكتاب المقدس لانه من يهتم باليوم فللرب يهتم لا تهتموا للغد اطلبوا ملكوت الله وبره اولا هذه يعني الامور الثانوية كلها راح تزادق لكم يكفي اليوم شره لو الله دلوقت بيعطيك سنة شو راح تعمل بالسنة كم ستعمل لو انه انت عارف انه امامك في يوم في العمر شو راح تعمل في هذا اليوم انا متأكد انه راح تستثمر افضل ما عندك لو الوقت انتهى شو راح تعمل هل انت مستعد للقاء الهك